اه بسم الله الرحمن الرحيم احنا دايما بنؤكد كل سنة وحضراتكم طيبين عيد سعيد علينا كلنا سواء عيد القيامة وعيد الفطر او رمضان اللي بيقرب على الانتهاء عايزين نقول للناس كلها ان في مشكلتنا دايما انا بقررها احنا مشكلتنا في العيات كلها الاكل لكن انا عايز اقول لكم ان فيه تلات انواع من السموم صحيح حلال وربنا ما حرمهمش لكن لابد من الاعتدال التام حتى في الاصحاء في السموم التلاتة السموم التلاتة اللي هي السكر الملح الدقيق نيجي للكحك فيه سكر وفيه دقيق ومع اسمنا كمان يقول لك لا الكحك ده هو السمنة ده معمول بالسمنة البلدي طب وايه يعني زي ما قلت قبل كده في الديوات صغبة السمنة البلدي احسن الوحشين يعني السمنة الصناعي طبعا سيئة للغاية الزيت المهضرب سيء للغاية لكن برضو ستيل السمنة البلدي شيء مش كويس ليه لان بتزود القولسترول والدهون السلاسية في الجسم ان فيه ثلاث سموم سواء الدقيق او الملح او السمنة البلدي كحك فيه الاثنين اول والثالث واحدة السمنة دوا والسكر بيأثر بالسلم وممكن الانسان اللي عنده ما عندهش مشاكل وهلسي او معافى بدنان يجيده بقى سكر وضغطه ارتفاع في ضغط الدم وترصيب الدهون في الشرايين وترصيبه في الكبر فده جير مستحب بنا هيك ان السكريات الناس اللي بتاكل السكريات كتيرة اعرفوا ودي دراسات معمولة ده بيجيلها سكر ومن نوع التاني الناس اللي بتاكل ملح كتير ويحط ملح كتير في الاكل ثبت علميا دول اكتر الناس معرضين لضغط الدم فانا انصحكم جيدا اللي هو معافى ما عندهش اي امراض يأكل من نفسه كحكاية او غريباية او اتنين بتيفور مفيش اخطر من كده واحدة منه يعني يأكل يداء 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 اتنين بتيفور طيب اللي عنده امراض زي السكر خلاص قد العيد بالكحكي بقى بدل الكحكي اخي قل فكهة جيب يا اخي مليان فكهة معادة البلح والعنب والتين والمنجة لكن مش مش تخشه وتروح واكل كحك وبتيفور وغريبا التلات يام وتكمل بقى لغاية العيد الكبير فارجوكو اللي عنده مشاكل في السكر عنده مشاكل في الدكتل عنده مشاكل في الكوليستيرول اللي عنده دهون سلاسية اللي عنده مشاكل في الكب دهون بلاش يأكل كحك ويستعيد عنها بالفاقة اضرابات الجهاز الهضمي حتى الناس اللي بتاكل كحكة نزيل ما قول واحدة فيه نقطة تانية احنا مركزش عليها حركز عليها دلوقتي مش السكريات والدهون بس بتزود الاصابة بالسكر وتزود الاصابة بالدهون السلاسية وكوليستيرول وتعمل لنا تداهن في الكب دي بتعمل لعبكة في الجهاز الهضمي وكلمة لعبكة دي كلمة مش طبية لكن دي بتقلل اللعبكة دي لقصدي بيها ايه بتقلل من تفريغ المعدة يعني ايه المعدة المفروض تفرغ للاكل في ساعتين لما يكون فيه دهون يا جماعة الاكل بيتفرغ فيه اربع وخمس وست ساعات تاكل بقى تضرب لك تلات اربع كحكات على اتنين بتيفورة على واحدة غريبة دي دهون بشع ناهيك على هي تزود السكر وتزود الضغط وتزود الدهون السلاسية وتزود الدهون في الدم وفي الكبد لكن بتعمل اضراب رهيب في الجهاز الهضمي اللي عنده ارتجاع في المريء بتزيد لان التفريغ لما المعدة تتملي ارتجاع المريء يزيد العضل اللي بين المريء والمعدة تفرغ الاكل واتطلعه فوق مع الحم القولون العصبي حزيد لان هيحصل انتفاخ اكتر المعدة مليانة وكمان لما تنزل الدهون بيحصل لها يعني الميكروبات الغير نفعة اللي موجودة في القولون مستني الكلام ده تحوله الغازات فيقولك انا بطني ممددة ارجوكو ارجوكو الناس اللي عايزة تاكل كحك ولازم يكونوا اصحاء المرضى ما ياكلوش ياكلو كحكاية او غريباية او اتنين بتيفور على الاقصر يعني واحدة من كل حاجة اللي ياكل اكتر من كده بنقول كلمة معلش ااسف فيها زنبه على جنبه هيحصل له مشاكل في التفريغ غازات اكتر ارتجاع اكتر مشاكل في القولون والمعدة اكتر سلامتكو الف سلامة نتمنى لكل اللي بيشاهدونا دلوقتي موثور الصحة والسعادة بكل عام وانتم بخير موثور الصحة والسعادة بكل عام وانتم بخير